والسؤال موجها إلى الأقلية الشيعية عموما وقياداتهم خصوصا في الخليج لماذا يدعون مرض الطائفية تأكل بلدانهم وأوطانهم؟ لماذا؟ لماذا يفضلون الغريب البعيد على القريب الصديق والجار الكريم؟ لماذا يجعلون من أنفسهم أدوات حرق لأوطانهم ولأنفسهم ولحياتهم بشكل عام كما هو الحال في البحرين نهيك عن سوريا ولبنان والعراق واليمن أخيرا أكل ذلك من أجل أن تحقق إيران أطماعها وتنشر وتوزع ثواتها بإمكانكم أن تنظروا النتيجة التي وصلت لها في الدول السابقة نموذج سوريا والعراق يدمي ويبكي ففكروا بشيء من المسئولية استودعكم الله